أعلن وزير التنمية المحلية هشام أمنى انتهاء الوزارة من تحريك 210 أوتوبيس صديق للبيئة يعمل بالغزة الطبيعية والكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ منها 100 أوتوبيس يعمل بالغزة الطبيعية و110 يعمل بالكهرباء وفي نفس السياق وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمي أكد الوزير أن الوزارة قد انتهت من إجراءات إسناد توريد 70 ألف شجرة لمدينة شرم الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة لزراعتها في الحضائق المركزية بالمدينة وتم بالفعل وصول 14 ألف شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والليمون للمدينة لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري وزيادة الرقعة الخضراء ترجمة نانسي قنقر